أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصالحها عبر استهداف إحدى السفن التجارية التابعة للمملكة الشقيقة بطائرة مسيرة وطائرة أخرى باتجاه مدينة خميس مشيطة وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب وإنما سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنسانية ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها